أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو براهيم الهاشمي القرشي في عملية أمريكية شمال غربي سوريا وقال بايدن في بيان نزولا عند أوامر نجحت قوات أمريكية خاصة في شمال غربي سوريا في تنفيذ عملية في إطار مكافحة الإرهاب وأضف بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة انتزعنا من الميدان أبو براهيم الهاشمي القرشي زعيم تنظيم الدولة ويعد القرشي الخليفة الثاني للتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وقد بوي على دا بعد مقتل أبو بكر البغدادي إلى ذلك أعلنت قوات الحماية المدنية السورية مقتلى 13 شخصا مدنيا بينهم أطفال ونساء خلال عملية الإنزال الجوي الذي نفذته القوات الأمريكية الخاصة في قرية أطمى بمحافظة إدلب وتعد إدلب آخر المناطق الكبيرة التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة ضد نظام الأسد وللحديث أكثر حول العملية الأمريكية يسعدنا أن يكون معنا بالنقاش والتحليل عبر سكايب الأستاذ ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي أرحب بك معنا أستاذ ياسر بداية قبل قليل الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث من أن القراش فجر نفسه بنفسه كيف يمكن التعليق بداية على هذه المعلومة لربما من تفصيلات العملية التي قامت بها القوات الأمريكية من أجل أن يكتمل السيناريو الذي مهد له بايدن من خلال فريق إعلامي محترف ويحقق له نصراً إعلامياً خصوصاً بعد حالة من استياء الشعب الأمريكي حول شخصية الرئيس بايدن وخصوصاً بعيداً سحابه من أفغانستان الآن يريدون أن يظهروا الماكينة الإعلامية أن بايدن جاهز لعمل عسكري ضخم في أوروبا الشرقية أوكراني على وجه التحديد وأنه أيضاً يحارب الإرهاب وهذه العملية الأخيرة هي قضت على رأس ما يعرف تنظيم داعش وبالتالي أنا بتصوري كان هناك الملغص الوحيد هو التداعيات العملية والتي هي خلفت العدد كبير من المدنية أتكلم عن ستة أطفال وأربعة نساء وسلاسة رجال هذا الرقم من المدنيين رقم كبير جداً لا يمكن أن تتحمله هذه العملية بالشكل الإعلامي الذي أراده بايدن لنفسه بالتالي هل التخريجة كانت أن القرش هو من فجر نفسه بالتالي مات من حوله من النساء والأطفال هل يراد أن تكون هذه هي الرواية الطبيعية المنطقية لما جرى؟ يعني هذه هي رواية الاسبيدر يعني الاحتياطية هذا ما قالوه بالنسبة لما حصل مع أبو بكر البغداري واليوم نسمع هذه الرواية من جديد ولكن المعطيات على الأرض وشهود العيان تفرغن هذا المحتوى من أصلي أنا أتكلم عن عملية عسكرية ضخمة تدخلت فيها خمس طائرات مروحية طائرات مقاتلة وطيارات بدون طيار نحن نتكلم عن عملية استغرقت سلاسة ساعات نحن نتكلم عن فوارع لعمليات يعني للأسلحة التي استخدمت من قبل الطائرات لاستهداف المنزل ومن ثم نحن نتكلم عن كاميرات للصحفين وعالمين دخلت إلى الموقع وجدت أن هناك عملية بحث أن قوات الكوماندوس كانت تتعامل مع الموقع وكأنه مكان مكتب لديه معلومات سرية مهتم بها هذا الكوماندوس وأيضا أنا برأي عملية ما حصل في الأون الأخيرة هو إعدام الطائرة كما ذكر عبر البنتاجون الأمريكي أنهم أعدموا طائرة في مناطق قريبة من المعركة أنا بتصوري أيضا هذا الأمر يعطيك أن هناك اشتباك يعطيك أن هناك كان عدم ضبط للعملية العسكرية ويعطيك أيضا أن هي هذه الجسس التي تعاملت معهم بشكل عسكري هناك دقاط مفقودة كثيرة تحتاج إلى أيام لكي تبينها نعم الحرص على أن يكون الإعلان من طرف الرئيس بايدن وليس غيره ما الدلالة والرسائل برأيك هذا الأمر تم تكريزه عبر الشو الأمريكي هذا ما وجدناه عندما أعلن أوباما وعندما أعلن ترامب عن عملياتهم الخاصة الآن بايدن يحتاج إلى مثل هذه العملية وكما ذكرت كل من الرؤساء عندما يصل معدل القبول أو التعاطف الشعبي معهم إلى أقل مستوى يحتاجون إلى مثل هذه العمليات المشكلة أن الرئيس الأمريكي صلوح بشكل واضح على أن هذه العملية يتم التعامل معهم منذ بضعة أشهر إذن لماذا هذا الانتظار؟ ونحن لا نتكلم عن قطع عسكرية أنا بتصوري هناك كما ذكرت يعني صياغة غير مكتملة للسيناريو الهوليودي نعم هل هناك رابط لسادي ياسر بين العملية وتوقيتها والصورة كما تفضلت الهوليودي في تقديمها وبينما جرى في استجن الحسكة هل هناك رابط أم بالمثالة مصادفة لربما؟ يعني أنا بتصوري يعني ذكر التوقيت أو تحديد التوقيت كان هو كما ذكره بايدن كان هو بإرادته إذن خروجهم بهذا يعني بالأمر السلبي من عملية الحسكة عندما قيل لهم أنتم أعلمتم أنكم انتهيتم من تنظيم داعش الآن تنظيم داعش يدخل إلى عمر أهم مدينة في مناطق الجزيرة العربية ويكون له دور يعني أنا أتكلم عن جزيرة الشامية نعم عندما يكون هناك تنظيم داعش بهذه القوة ويتعامل مع عمل عسكري لمدة أسبوع إذن الولايات المتحدة الأمريكية لا تصلح بشكل دقيق الآن ظهور بأنهم تعاملوا مع قائد هذا التنظيم بعملية أمنية وتم القضاء عليه أنا بتصوري أرادوا من خلالها أن يكون هناك ردة اعتباط ولكن يعني المعطيات تقول أنهم كانوا يحتاجونه حياً ولذلك كان كل هذا الكم الكبير من الأشخاص الكوماندوز الذين كانوا يتعاملون مع العمل نعم يعني لو نقشنا فكرة أنه قام بتفجير نفسه هل المسألة بعيدة عن سلوك وسياسة ومنهج وطريقة تفكير قيادات تنظيم الدولة؟ كان بتصوري يعني العناصر لدى تنظيم الدولة يوجد لديهم ما يصنف بعناصر استشهادية كما يريدون أن يقولوا ولكن لم نسمع بقيادات تقدم نفسها بهذا الطريقة هذا من جانب من جانب آخر لا منطقة بعملية أنه يفجر نفسه وفيجمع من حوله أطفاله ونساء الجوار وكل من يعني هذا غير عمل منطقي من الذي سيسلم روحه إلى العملية التفجير هل امرأته تتزمعه إلى الجنة عندما تقترم معه لحظة التفجير أو أطفاله وهؤلاء لم يثبت حتى هذه اللحظة أنهم أطفاله هذا من جانب من جانب آخر الوقاعة الموجودة بالمكان إذا هو فجر نفسه لماذا لاستخدام لكل هذه الترسان الأمريكية يعني لماذا يوجد فوارغ لصواريخ أطلقت من الطائرات المروحيات إذن هناك استهداف للمبنى بشكل كامل تهديم المبنى يعني يوحي لنا أنه جرت تعامل معه من الخارج يعني السقف الذي هبط بمكان بذاته وأيضا لنقولها بصراحة يعني الدخول للكوماندوس حص الكوماندوس للدخول إلى الموقع يعني لعلى أنهم ضمنوا أنه لا يوجد أحياء وجرت تعامل مع من يتواجد في داخل المنزل بحيث يشكلون أي خطر يعني لو كان تعرض أي جندي من الكوماندوس إلى مقتل كان مشكلة كبيرة في الحقيقة نعم عن هذا المقتل وددت سؤالك في سؤالي التالي يعني هم تحدثوا أن العملية نظيفة بمعنى لا جرحة ولا قتلة بصفوف دلتة وهي الفرقة التي قامت بعملية التصفية إنجاز التعبير هل هذه الصورة يمكن أن تكون طبيعية في ظل الحديث عن أن هناك معركة استمرت لساعتين يعني ساعتين والمستهدف محصن بينما المهاجم مكشوف بشكل أو بآخر بلغة المنطق يعني هل هذا وارد أن تكون نظيفة مئة بالمئة القصة يعني المشكلة أن الأخبار تأثيرها من مصدر واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لم تسرب أخبارا بهذه المسلبة ولكن في بداية المعلومات ذكر أنه كان هناك جرحة لدى الكوماندوس ووجود طائرة كما ذكرت على بضعة عشر كيلومترات مدمرة بشكل كامل ويقال أنها في عطل ميكانيكي هذا غير منطقي وخصوصا أنها إذا ذكر أنها عطل ميكانيكي فهي في موقع نفوذ تركية وبالتالي لا حاجة لتدميرها يعني كدولة شريكة بالتحالف ودولة موجودة في الناتو أنا بتصوري هناك تعاطي كما ذكرت عسكري كان هناك مشكلة حقيقية في العملية ولكن يراد أن تجمل العملية بأقصر قدر ممكن الأمر المستهرب أيضا كما ذكرت يعني ما ينبئنا وجود مثل هذه الطائرة على الأراضي التركية مدمرة أو على الأراضي السورية ذات النفوذ التركي بضعة كيلومترات على الحدود التركية أنا بتصولي يعني لي أنه لا يوجد تنسيق ما بين التركية وما بين أيضا العملية العسكرية التي جعلتها في دقيقة أختم معك أستاذ ياسر هل المعلومة مؤكدة هل ستطيع الجزم الفعلي أنا بإعلان بايدن هم تأكدوا فعلا من أن الذي قتل هو الزعيم الجديد لتنظيم الدولة هل يمكن لهذه المعلومة أن يكون جزء منها مشكوك فيها أم أن المسألة لا جدالة فيها حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيدات حقيقية على مقتل البغدادي التأكيدات ستأتي من من برأيك يعني أن يعلن عفوا تنظيم الدولة لا لا أنا بتصوري طبعا التأكيد ستأتي من خلال تنظيم الدولة وهو بذلك يكون أكثر مصداقية لأنه لا مصلح له بإعلان مقتل رئيسه ولكن التصوير والتوسيق يكون خلال الولايات المتحدة الأمريكية أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى مع الأمر كعملية أمنية وتسوق هذا الأمر على منحة إعلامي فقط أما أنا أريد أن أضيف نقطة أن سوريا وكأنه يراد إليها أن تكون مستنقع من أجل عمليات إرهابية وتصفية الإرهاب لا الولايات المتحدة الأمريكية خلال 8 سنوات ولا روسيا خلال حوالي 6 سنوات لم ينجحوا وعلما بأنهم يتعاملون مع تنظيم فقط إذن هم يريدون أن تستمر هذه المنطقة بهذه الحوادث ولكن الحل الوحيد يكون عندما يكون هناك استقرار سياسي في سوريا ودعم لحل سياسي وليس التعاطي بهذا الشكل الأمن مع العمليات كل الشكر لوجودك معنا أستاذ ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي سياسي شكرا خلال ح drag اشتركوا في القناة